هو على كل عالم الحرب يحتمل كل شيء لكن لا نستطيع أنه ولا تقفوا ما ليس لكبع يعني حاليا أنا ما عندي مثلا معلومات وبينات واضحة أنه والله كيكل غواصة لكن لو سألتني مجرد شعور خلال الفترة الماضية ذي كلها إيش كان شعورك؟ عندي الشعور هذا والله يا أخي كان كده إحساسي أنه كيكل ذا في لحظة من اللحظات سيعلن انضمامه كده أنا شاعر من اليوم الأول البعض يقول هو السبب في موت البيشي يقال ذلك لكن خلينا نقول نحن الآن علينا بظواهر الآشي حتى الآن إلا شخص عنده معلومات وعنده مستبسكات يقول للناس أما المشاعر والأحاسيس هذه قضية أخرى لا تصلح الآن في تقييم المشهد لكن خلينا نقول إنه والله المشهد يقول بأن هذا الرجل إن حاز بصورة واضحة للقوات الدعم السريع وساهم بطريقة أخرى لأنه أيضا الحديث عن قواصة من جهة وعن إنه والله في نفس الوقت تطالب بمحاكمة ما بتزغط يعني من يريد على الأقل ملاحقة كيكل ومتابعته في كل جرائم الجزيرة لا بد أن يقرر بأنه هذا فعل حقيقي وانتماء حقيقي لهذا الطرف وإلا كل هذا سيبقع يسقط كما يقولون تحت حجة أن الرجل كان قواصة وبالتالي توجيه كان من إدارة المخابرات العسكرية وبالتالي ما يفعله هو تحت إدارة القيادة العامة ما نخش الآن في الملف هذا يعني من الصعب جدا أن نتحول إنه والله إحنا الآن سلفا نبرر لأفعاله وتصرفاته وإشكالاته لأن الحقوق الخاصة هذه لا يمكن إسقاطها بأي شكل وأشكال ستبقى على كل أمام القضاء وأمام المن حتى لو افترضنا بأن هناك عفو الآن يعطيه القائد العام القوات المسلحة فتبقى الحقوق الخاصة تتولها الدولة بعد ذلك فعلا فعلا في جهات طلعة تنادي خاصة في مقاومة مدني ترفض العفو عن كيكل نعم هي على كل القائد العام في قلب المعركة وفي محاولة كسر جناح من الأجنحة الحرب تتيح له الكثير عشان ما نحاول يعني نقصم أو على الأقل نقلل من أنه والله سمطات القائد العام فيما يفعله إذا كان والله جونجران اللي كان فعل الأفاعيل في جنوب السودان ويعتبر بالنسبة للقانون السودان أنت داخل في جرائم مشكلة لكن في لحظة من اللحظات والله الحرب تضع وزارها ويتم تقريب وضع السلاح والناس يتفاهموا وتبقى كثير من القضايا تمحوها فقط لكسب السلام تمحوها لكسب السلام فالآن ما ماشي في اتجاه أنه والله سيلاحق هذا حقوق قانونية على كل كيف سيتعامل معه القانون السوداني كيف النظر نفسها للقانون السوداني في مثل هذه القضايا قانون القوات المسلحة كل هذا سيبقى في تقدير قائم وستبقى أيضا الحقوق الخاصة للناس بلا شك إذا كانت هناك أضرار حصلت لأفراد حصلت لمجموعات حصلت لقرى هذه أيضا لا بد من التعويض على الضرر لكن من سيتحمل هذا الضرر هل ستتحمله أشخاص أم ستتحمله الدولة هذه كلها خلينا نقول على الأقل ما نتكلم عن الطلاق في يوم الزواج إن صح التعبير الآن أنت في لحظة إن حاز فيها شخص كان يمثل رأس الرمح في ولاية الجزيرة بالنسبة للدعم السريء إن حاز لصالح القوات المسلحة هذه اللحظة يجب أن تكون لحظة محفزة ولحظة كذلك مشجعة لأن تعطي رسائل إيجابية ليلتحق البقية وليست لحظة للتشكيك أو التصعيد المضاد التي تؤدي في نهاية المطافزة فهم الناس أنه الله بقيت قيادات عسكرية موجودة كوادر موجودة شخصيات كثيرة موجودة يمكن أن تظهر إلى هذا المشهد وردة الفئر فيه هي راقبة لأن تلتحق بالقوات المسلحة راقبة أن تسلم نفسها لكن إذا شعرت بأن والله الجرائم لا أفسها لا أفسها تنتهي معك إلى النهايات فأنا في رأيي هذا الحديث كله ليس وقته الآن ليس وقته الآن الآن الوقت الطبيعي إنه بقدر ما سيسهم القائد الذي ينشق من الدعم السري في إيقاف نزيف الدم وفي تحرير المناطق التي هي تحت سيطرة الدعم السري بهذا الحجم في تقدير يقاس الموقف في اللحظة الراهنة جميل ترجمة نانسي قنقر